وأي مقاومة كما قلنا دائما إذا لم تنهزم المقاومة فقد انتصرت إذا لم ينتصر الغاز المحتل ويتخرج المقاومة مستسلمة فقد انهزم إذن المحتل أو الغاز يحتاج لنصر واضح بما فيها القضاء المقاومة قتلا واستسلاما للبقية إذا لم يحدث هذا فهذا ليس انتصار وبالنسبة للمقاومة إذا لم تستسلم واستمرت وما حدث اليوم في خان يونس يوضح أن لديهم القدرة على الاستمرار قبل ثلاثة يام أربع يام كانت فيه سواريخ أيضا على بلدات تسمى بلدات إسرائيلية بمعنى أن عندهم قدرة أيضا على الإزعاج في الداخل الإسرائيل كل هذا يعطينا الصورة أن هذا الكيان يتوجه الآن إلى هزيمة أخرى إضافة إلى الهزيمة الاستراتيجية الليوقعت في 7 أكتوبر وإنما الآن إلى الهزيمة أكبر وهي أنه لا يستطيع إخضاع المقاومة طبعا يستعينون شفنا المرة الماضية وتحدثنا عليها ربما بنوع من التفصيل يستعينون بعباس ومخابراته وفرج هذا رئيس المخابرات يستعينون بالسيسي ببن زايد ببن سلمان شفنا المناورة نتعلم المخابرات الفلسطينية مع السيسي اللي أدخلوا من جهة رفح عن طريق الهلال الأحمر المصري مع ذلك فشلت أيضا هذه المناورة نشوفه في الدور الإماراتي والدور السعودي تحرك المصري والسعودي والإماراتي إلى الأردن بعد أن خافوا لأن في الأردن هناك اهتزاز للملكية اهتزاز لعرش عبد الله هذا العرش اللي هو سليل خيانة طول عمره يخون القضية الفلسطينية ويتآمر عليها ومع أن الإمارات والسعودية كانوا قبل حوالي 3-4 سنوات يتآمرون عن الملك عبد الله وأرادوا الإيطاح به والإتيان بشقيقه وكانت صرت ضجة وصرت قلق وطر الملك أن يدخل السجون لبعض قرب المقربين منه لأن يلقاهم عملاء لبن زايد ولبن سلمان لكن الآن لما أصبحت القضية الشعوب شعب الأردن أو جزء منه على الأقل في مواجهة الملك هرول السيسي لزار عمان وابن سلمان اللي تكلموا طول مع عبد الله وابن زايد اللي تكلموا وبعثوا أشخاص بشيساندوه بعثوا رسل يقولوا لورانا هنا لأنهم شعروا وهم يعرفون جيدا أن انهيار عبد الله وحكم عبد الله في الأردن سيعجل برحيلهم ولو بعد حيل قد يأخذ وقت لسقوط بن زايد وبن سلمان لكن قناعتي أنه عندما تأتي موجة سقوطهم ستكون سريعة جدا قد يأخذ ذلك سنة سنتين ثلاثة أربعة لا ندري الأحداث القادمة لكن عندما تأتي موجة السقوط لهذه الأنظمة الإجرامية ستكون سريعة جداً مثل ما شاهدنا في 2011 لكن أكيد أن هذه المرة الشعوب ستعرف كيف تتفادى والمقاومين سيعرفون كيف يتفادوا كثير من الأخطاء اللي وقعت في 2011 إذا نستطيع أن نلخص الموضوع إذا شئتم بأن الأيام القادمة ربما قبل يوم الجمعة سنشهد احتمال كبير قبل يوم الجمعة ربما يكون حتى يوم العيد سيكون هناك اتفاق هدنة لستة أسابيع تخضع فيها إسرائيل ونيتنياهو إلى كثير من الشروط المقاومة اللي ظلت صامدة واللي قدمت وثاقتها الأخيرة في يوم 14 مارس وقالت أنها لن تتراجع على ذلك ومن شروط المقاومة هو أن أهل غزة أهل الشمال يستطيعون الوصول إليها يعودون إليها أن الكيانس هنا ينسحب في نهاية المطاف ينسحب من غزة أن المساعدات تدخل بدون شروط وبدون حدود ويتم إطلاق صراح المئات مع وقف إطلاق النار قضية وقف إطلاق النار اللي فيها نقاش الأمريكان تكلموا على ستة أسابيع الفلسطينيين قالوا نقبل بستة أسابيع في الشرط أن يتبح ستة أسابيع أخرى أو عشرة أسابيع أو لكي يكون وقف إطلاق النار نهائي بالنسبة للمقاومة تعرف أنها دفعت ثمن هائل لكنها تعرف أنها انتصرت انتصار استراتيجي طبعا المثبتين واصحاب العقول التعبانة والذين يتابعون الإعلام السعودي والإماراتي والآن التحق بهم المصري أيضا والمخذلين والمنافقين هؤلاء كلهم يقول لك كيف انتصرت شوف شحال ماتوا وشوف طبعا هذون ما يفهموش لا في تاريخ الشعوب والمقاومة متاع الشعوب وهو أن دائما المقاومات أو الشعوب تدفع عدد أكبر بكثير من عدد المحتل مثلا لما ناخد فيتنام عدد القتلى في فيتنام في حدود ثلاث ملايين وستمائة ألف هذا رقم رسمي بيتنامي ثلاث ملايين وستمائة ألف كم مات من الأمريكان ماتوا خمسين ألف رقم رسمي أمريكي أيضا ماذا يعني هذا يعني أن المقابل أكثر من سبعين مقابل واحد كل سبعين بيتنامي قتل قتل في مقابل واحد أمريكي في الجزائر إذا أخذنا الرمع وخمسين إلى اثنين وستين فقط وإذا أخذنا المليون ونص عدد الفرنسيين الذين قتلوا في الجزائر هم في حدود ثلاثين ألف إذا أخذنا بمليون ونص هذا يعني أن مقابل كل خمسين جزائر يقتل كان هناك قتيل فرنسي واحد وإذا أخذنا مليون كانوا مجاهدين مثلا الشهاداء كانوا مليون فإن هذا يعني أن كل ثلاثة وثلاثين جزائر يقتل مقابل فرنسي واحد هذا في كل مكان لأن المقاومة ماذا هي؟ هي في نهاية المطاف نابعة من الشعب وليس لديها قوة مادية مثل الغازي المستعمر المحتل يعني من ناحية المادية ما لدى المقاومة مقاومة غزة مقابل إسرائيل لا تسوي واحد إلى الألف قوة المادية التبابات والطائرات والتكنولوجيا والأعداد الهائلة من الجيوش بينما هؤلاء محاصرين أسلحتهم بدائية كثير منها مصنوعة هناك لكن هناك قدرة وقوة وعقيدة قتالية تتجاوز بكثير العقيدة القتالية لجيش الصهاينة أيضا حتى لو رجعنا إلى تاريخنا الإسلامي نحن نعرف أن يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت هزائم عسكرية مع أنه كان مؤيدا بالوحي وكان مؤيدا بكل أسباب النصر الإلهي لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم المسلم من أنك لا تنتصر دائما لأنك فقط مسلم وإنما يجب أن تأخذ بأسباب مادية معينة أسباب فكرية أسباب تنظيمية أسباب ثم تأتي العقيدة أيضا هزيمة أحد كانت هزيمة منكرة بالنسبة للمسلمين قتل فيها سيد الشهداء حمزة وقتل العشرات من كبار الصحابة على سبيل المثال إذن لماذا يقتلون هؤلاء هل نتكلم هنا طبعا من منطق المسلمين أما طبعا كثير من المخذلين والمنافقين هو ما أصلا ما يمنش بهذا الأشياء لكن لما يمنش بالمنظور إذا منظر لهاش منظور إسلامي ينظر لها منظور إنساني ويشوف مثلا بيتنام كيف انتصرت بيتنام على القوى الأمريكية والإمبراطورية الأمريكية كيف انتصرت أفغالستان بعد عشرين سنة طالبان هزمت الولايات المتحدة ومعها ثلاثين دولة مناصرة لها إذن الشعوب المقاومة إذا كان لها ثبات وصبر ستدفع ثمن غالي القانستان قتل فيها مئات الألاف مئات الألاف العشرين سنة هذه الماضية ستدفع ثمن غالي ولكنها في النهاية ستنتصر قناعتي أن المقاومة انتصرت في 7 أكتوبر وهذا يقولوه الآن إسرائيليين كثيرين جدا في الحقيقة ويقولوه غربيين ومحللين نحن قلناها في الأيام الأولى من منظور لما حدث يعني أنا بالنسبة لي كانت الأمور واضحة هو أن مقاومة محاصرة يدخلوا منها 1500 أو 2000 فيهزوا جيش ومخابرات ودولة بتلك القوة هذه هزيمة استراتيجية ما تحتاج كثير من المحللين المحللين يجوا فيما بعد يحسبوا أشياء معينة يدقوا هنا يدقوا هناك إلى آخره لكن الناظر ولله بصيرة يرى ذلك بغضوها ترجمة نانسي قنقر